موسيقى مرحبا بكم عزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس البتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 2 اليونت الأول الدرس الثاني عنوان الدرس هذا علمي موجودة بصفحة 8 من كتاب الطالب صفحة 6 من كتاب النشاط قبل أن نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع وديوهات دورة الخامس البتدائي بصفحة 8 من كتاب الطالب مكتوب أعلى صفحة هذا علمي اللي هو عنوان الدرس بعدها مكتوب listen and match استمع ووصل match وصل أخذناها بالدرس السابق استمع للمقطع الصوتي وبعدها وصل الشخصيات قد مجموعة من الشخصيات الجديدة وأسمائهم بالبلدان اللي ينتمون إلها قبل ما نسمع المقطع الصوتي لازم نعرف أن هاي الشخصيات أحفظها كل شخصية وبلدها لازم أعرف كل شخصية والبلد اللي ينتمي إلها ليش؟ لأن راح تفيدني بالامتحان الشفوي الامتحان الشفوي أقصد بيه الامتحان اللي هي كل شهر الأستاذ يسأل للطلاب أسئلة شفوية مع امتحان الأصغاء مثلا يقولهم من أين بيتر؟ الطالب لازم يعرف أن بيتر من إنجلند يقول له وهكذا مع بقية الشخصيات هذا ما يخص الامتحان الشفوي أما بالامتحان التحريري كذلك هذا الموضوع مهم مثل ما راح نجي نوضح بالملاحظات القواعدية بعد دقائق إذن راح نسمع المقطع الصوتي ونوصل الشخصيات لبلدانها على أساس المقطع الصوتي وبعدها ننتقل إلى شرح قواعد هذا الموضوع خلن نسمع المقطع الصوتي والشي موسيقى 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 مرحباً، مرحباً، مرحباً 6 نحن أيمي و جوي و نحن من فرانس المدرس سأل الطلاب من أين بيتر؟ من أين بيتر؟ طالب يجاوب إنه من إنجلترا أقول لأن بيتر شخص مذكر مثل ما أخذنا بجدول الضمار الأستاذ يسأل من أين إنزو؟ لازم الطالب يجاوب إنه من إيطاليا كذلك لأن إنزو مذكر الأستاذ يسأل مرة ثانية من أين هيروشي و مينورو؟ الطالب يجاوب يقول ليش لأن شخصيتين؟ فأعوض عنهم بالضمير والذي تأخذ إنهم من اليابان الأستاذ يسأل من أين داليا؟ الطالب يجاوب يقول إنها من إيجبت داليا بنية عوضت عنها بالضمير أستاذ يسأل مرة ثانية أستاذ يسأل مرة ثانية من أين كندة؟ الطالب يجاوب إنها من تايلاند بعتبار كندة بنية أمي أنجوي الأستاذ يسأل مرة أخرى أين أمي أنجوي؟ من أين أمي أنجوي؟ الطالب يجاوب يقول إنهم من فرنسا إنهم من فرنسا أمي أنجوي أمي أنجوي ثانية شخصيات أقول إنهم من فرنسا إذن بالصفحة الأولى عرفنا أنه لازم أحفظ كل شخصية والبلد اللي ينتمون إلها وعرفنا شون الأستاذ يسأل وشون نجاوبه بداخل الصف وعرفنا أن هذه السئلة أسئلة شفوية تنسيلي بداخل الصف وبالامتحان الشفوي الخاص بالامتحانات الشهرية أو امتحان نصف السنة ننتقل إلى الملاحظات القواعدية المتعلقة بهذا الموضوع السؤال عن بلد شخص معين باستخدام WHERE بالدرس السابق أخذنا السؤال باستخدام الفئل المساعد وعرفنا أن السؤال باستخدام الفئل المساعد يكون الجواب عنه أما بيس أو نو اليوم سنسأل باستخدام الأداة WHERE WHERE معناها أين نستخدم WHERE والتي تعني أين للسؤال عن بلد شخص كما في المثال التالي إذا أردت أسأل عن بلد شخص أردت أقول لي أنت من أي بلد أستخدم الأداة WHERE كما في المثال التالي مثال WHERE IS DEMA FROM من أين ديما من يا بلد ديما الإجابة يكون بالضمير العاد على ديما و المساعد المناسب إلي و البلد نحن نعرف أن ديما من العراق فأقول SHE IS FROM إراك SHE لأن ديما بنية و الشي تأخذ IS FROM معناها من هي من إراك العراق زائدا اسم البلد مثال آخر WHERE ARE علي و مراد من أين علي و مراد كذلك استخدمنا WHERE للسؤال عن بلد علي و مراد بما أن علي و مراد شخصين عاوض عنهم بالضمير THEY والذي تأخذ ARE زائد اسم البلد شنو اسم البلد علي و مراد نعرف أن علي و مراد حفظناها بدرس السابق من تركيا فأقول THEY ARE FROM تركي الذي عوضت لي عن علي و مراد الذي تأخذ ARE FROM معناها من تركي THEY ARE FROM تركي معناها هم من تركيا هنا لازم ننتبه الأمرين نلاحظ هنا أمرين يعني لازم نحفظ بالامتحان شغلتين من هذا الموضوع الأول أن ديما مؤنث نعوض عنه بالضمير SHE بما أنه ديما مؤنث ابنية أعوض عنها بالضمير SHE مثل ما سنعرف ما تأتينا بالامتحان من الممكن يقول لي مثلا WHERE IS DEMA FROM من أين ديما فراغ FROM IRAQ فراغ من العراق ما هو الضمير المناسب يخيّرني مثلا بين SHE و SHE فلازم أعرف أن ديما عوض عنها بشي إذن الملاحظة الأولى أن ديما مؤنث نعوض عنها بالضمير SHE كما وضحنا في الجدول بالدرس السابق كذلك علي ومراد شخصين عوضنا عنهم بالضمير THEY هاي الأمر الأول اللي ننتبه له الأمر الثاني استخدام الأفعال المساعدة بعد ال WHERE هذا ال WHERE شا استخدم بعده IS R هذا علي من يعتمد يعتمد على الفاعل إذا كان مفرد أو جمع إذا كان مفرد أخلي له IS وإذا كان جمع أخلي له R كما وضحنا في جدول الضمائر والأفعال المساعدة المناسبة لها في الدرس السابق إذن أمرين ننتبه لهن الأمر الأول أنه الضمير اللي استخدمه عاد على الفاعل وكذلك الفعل المساعد المناسب لهذا الضمير خلنا نشوف شون تجينا بالامتحان صيغة الأسئلة عن هذا الموضوع هي كالتالي مثلا نجيب لي WHERE فراغ ديما FROM IS لو R إذن شون الفعل المساعد المناسب لهذه الجملة إحنا قلنا نعتمد على ما بعد الفراغ بعد الفراغ لقينا ديما ديما شا عوض عنها بها ضمير الضمير شي الشيش تاخذ IS لو R أكيد تاخذ IS مثل ما وضحنا بالجدول مثال آخر WHERE IS هادي FROM من أين هادي هنا سؤال كامل لكن الجواب هو النقص فراغ IS FROM إراك HE لو SHE إذن هنا أنا حاذف للضمير سألني عن هادي هادي شنو شخص مذكر أعوض عنها بها ضمير HE لو SHE بما أنه مذكر أعوض عنها بالضمير HE فأقول HE IS FROM إراك إنه من العراب مثال آخر WHERE ARE علي عن مراد فراغ من أين علي ومراد فراغ ARE FROM تركي THEY لو شنو الضمير المناسب لهذه الجملة بما أنه علي ومراد شخصين جمع فأعوض عنهم بالضمير THEY اليو للمخاطب غير مناسبة للجملة هذا ما يخص صيغة الأسئلة عن هذا الموضوع عرفنا شنو نحفظه الشخصيات كل شخصية وبلدها لأن تجيني بالامتحان الشفوي وتنسل على شكل أسئلة شفوية داخل الصف ولازم نحفظ الملاحظات القواعدية اللي أخذناها قبل دقيقة وعرفنا شون تجيني بالامتحان بالامتحان التحريري ننتقل إلى أسفل الصفحة تحدث عن الأطفال أدنى الأطفال اللي أخذناهم يقومون اثنين طلاب داخل الصف يسوون محادثة طالب يتحدث مع طالب آخر الطالب الأول مثلا يقول Peter isn't from France يختار شخصية من الشخصيات اللي أخذناها يقول مثلا Peter ليس من فرنسا He is from England إنه من إنجلترا طالب الآخر كذلك نفس الشيء إجابة Yes Ami and Joy are from France إجابة يقوله نعم Ami and Joy are from France Ami و Joy هما اللي من فرنسا وليس Peter هاي مجرد نشاط صفي داخل الصف اثنين طلاب يتحدثون عن الشخصيات اللي أخذوها وعن بلدانهم ننتقل إلى الصفحة الثانية Talk about yourself تحدث عن نفسك This is my flag هذا علمي I am from Iraq هذا علم يا بلد نعرف إنه هذا علم بلد العراق فأقول I am from Iraq أنا من العراق I love my country أنا أحب بلدي من الممكن أن يكون نشاط داخل الصف كل طالب يشيل علم ويتحدث عن نفسه فحسب العلم اللي شايله مثلا شايل علم تركيا يقول This is my flag هذا علمي I am from Turkey أنا من تركيا I love my country أحب بلدي وهكذا مع البقية إذن مجرد نشاط صفي كل طالب يشيل علم ويعبر عن البلد حسب العلم اللي شايله ننتقل إلى هذا التمرين تمرين جدا مهم Read and complete اقرأ وأكمل حفظنا الشخصيات وحفظنا البلدان مالتها فهنا لازم أجدر أجاوب على هذا السؤال فمثلا نمبر وان أولا داليا isn't from فراغ احنا عرفنا أن داليا من مصر فأي بلد هنا أخليه صحيح ما عدا مصر مثلا نقول داليا isn't from داليا ليست من مثلا فرانس ليست من فرنسا أو انجلند ليست من انجلترا أو إراك ليست من العراق كل البلدان أخليهم صحيحات ما عدا مصر لأن هي من مصر فأقول مثلا داليا isn't from Iraq داليا ليست من العراق إذن هي منين أقول she is from from شنو الفعل المساعد المناسب للضمير she أخذنا الجدول وعرفنا أن she تاخذ is فأقول she is from إنها من يا بلد مناسب الداليا نعرف أن داليا من مصر مصر هي إيجبت فأقول she is from Egypt إنها من مصر نمبر ثري ثالثا I am not from فراغ أنا لست من فراغ أي بلد أخلي مع العراق صحيح فمثلا نقول أنا لست من فرنسا أو أنا لست من انجلند انجلترا أو أنا لست من مصر إيجبت إلى آخره فأقول مثلا I am not from England أنا لست من انجلترا وأكمل I الآي تاخذ I am I am from أنا من يا بلد Iraq I am from Iraq صارت جواب كامل ننتبه أن هاي من الممكن النتجينة بالامتحان مثلا نقول لداليا زنت from فراغ شن المناسب للفراغ أي بلد أخلي صحيح ما عدا البلد اللي تنتمي إلى داليا ليش لأن دا تقول لست من مثلا إراك لست من العراق لست من انجلترا وإنما من إيجبت مصر هذا ما يخص هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري سواء كان امتحان شهري أو امتحان نص السنة أو امتحان أخير السنة ننتقل إلى أسفل الصفحة look listen and say انظر استمع وقل هنا عبارة عن محادثات من أشخاص حاول تردد بعد هذه المحادثات مجرد لتطوير مهارة القراءة بالإضافة لأن نخلي الأفعال المساعدة بالأخضر على ما ننتبه لهن كل ضمير شو المساعدة المناسب إلى همثلا is Dalia from Egypt أخذناها بالدرس السابق هل داليا من مصر فبما أن داليا بنية وهي من مصر أقول yes داليا بنية أعوض عنها بالشي والشي تأخذ is yes she is نعم إنها كذلك are Hiroshi يعني Minora from Thailand بما أن هيروشي ومينورث شخصين فأقول are are they from Thailand هل هم من Thailand نحن نعرف أن هيروشي ومينورو من اليابان فأقول no they aren't ليش aren't لأن الجواب بنو بما أن no أخلي are not aren't where is Kanda from السؤال ب where يريد اسم البلد من أين Kanda she is from Thailand إنها من Thailand where are you from من أين أنت نكمل الجواب نقول I am from Iraq أنا من العراق هذا مجرد نشاط صفي طالبين يقومون يعبرون عن الشخصيات التي تعلموها طالب يسأل وطالب يجاوب أما بالسؤال باستخدام الفن المساعد أو سؤال باستخدام where مثل ما أخذنا بهذا الدرس والدرس السابق ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين A can you match where the children are from هل يمكنك أن توصل من أين هؤلاء الأطفال كل طفل بالبلد المناسب إلى write the numbers أكتب رقم العلم أو رقم البلد أمام الشخص المناسب فمثلا number one أولا هذا علم العراق يا شخصية من ذن الشخصيات من العراق داليا من العراق لا نحن نعرف أن داليا من مصر Peter من العراق كذلك لا Peter من إنجلترا canda 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 من تايلند hiroshi hiroshi من اليابان Dima نعم Dima من العراق فأخلي رقم العلم اللي هو رقم واحد أمام شخصية Dima number two ثانيا هذا علم اليابان يا شخصية من هاي الشخصيات من اليابان أدور بالشخصيات ألقي hiroshi hiroshi من اليابان فأخلي رقم العلم أمام شخصية hiroshi number three ثالثا هذا يا علم علم انجلترا يا شخصية من ذني الشخصيات من انجلترا اللي هي انجلند شخصية Peter فأخلي رقم العلم أمام شخصية Peter number four رابعا هذا يا علم هذا علم مصر يا شخصية من ذني الشخصيات من مصر نعرف أن داليا من مصر فأخلي رقم العلم أمام صورة داليا number five خامسا هذا يا علم هذا علم إيطاليا يا شخصية من ذني الشخصيات مناسبة لهذا العلم شخصية إنزو 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 من إيطاليا فأخلي رقم العلم أمام شخصية إنزو وسادسا هذا علم تايلاند يا شخصية من ذني الشخصيات من تايلاند نعرف أن شخصية كندا كندا من تايلاند كندا من تايلاند هذا ما يخلص تمرين A أما تمرين B انظر إلى كتاب الطالب الخاص بك بصفحة ثمانية و تفحص أجوبتك اتفقد أن إذا كانت أجوبتك صحيحة أو خاطئة حسب الشخصيات اللي أخذناها أما تمرين C مكتوب بأعلى أنا أم من أراك هو من أراك و هو من أراك من أراك إنها إذا كنا بالضمائر و الأفعال المساعدة إليها مalling يأخذ أن يأخذ أن يأخذ أن والشي تأخذ أن والو والذي تأخذ أن هنا ننتبه أن الضمائر وإختصارات يأتم بإختصارها بهذه الطريقة يصبح و يأخذ أن تصبح هذي اختصارها وهذا يستطيع الإختصارات مثل الإختصارات التي أخذها في الدرس السابق ما الـ is not الصير isn't والـ are not الصير aren't أما تمر يسي انظر مرة أخرى إلى صفحة 8 من كتاب الطالب وصحح الجمل التالية منطيك مثال هو بالنقطة الأولى هنا منطيك معلومة خطأ ومصححها مرتين ومصححها بالنفي ومصححها بالمثبت شلون يعني؟ يعني مثلا المعلومة الأولى دائما هي الخاطئة يقول لك she is from Egypt هاي الشخصية من إيجبت هاي طبعا ديما من العراق نعرف احنا فهاي المعلومة خطأ هو حاط عليها خطأ مصححها هنوب كاتب she isn't from Egypt نفاها للجملة قال هي ليست من مصر وصححها مرة ثانية قال she is from Iraq انها من العراق ذن الجملتين صحيحات والجملة الأولى خاطئة فنصحح الجمل البقية مثل ما هو منطيني بالمثال الأول هاي الشخصية الثانية يا شخصية شخصية إنزو نعرف احنا انه إنزو من إيطاليا فكاتب المعلومة الخطأ he is from England هو من إنجلترا احنا نعرف انه مو من إنجلترا لذلك هو كاتب عليها خطأ هاي معلومة خطأ نجي نصححها أقول he isn't from England هو ليس من إنجلترا he isn't from England هو ليس من إنجلترا أصحح مرة ثانية هو من يين هو من أي بلد أقول he is from Italy انه من إيطاليا نمبر ثاني ثالثا كاتب لي معلومة خطأ she is from Thailand إنها من تايلند هاي الشخصية من أي بلد نعرف انه هذي امي امي من فرنسا امي عن جوي لا تذكرون بداية الدرس فأصحح الجملة اقول she isn't from Thailand هي ليست من تايلند اقول she is from France هي من فرنسا نمبر فور رابعا she is from Italy إنها من إيطاليا هاي الشخصية يا شخصية شخصية كاندا ونعرف احنا انه كاندا من تايلند فأصحح الجملة اقول she isn't from Italy إنها ليست من إيطاليا مين هي اذن؟ اقول she is from Thailand إنها من تايلند نمبر فايف خامسا he is from Turkey إنه من تركيا احنا نعرف انها شخصية هيروشي هيروشي من اليابان فأصحح الجملة اقول he isn't from Turkey إنه ليس من تركيا منين هو اذن؟ he is from Japan إنه من اليابان هذا ما يخص تمرينسي مجرد تدريب اكثر على استخدام isn't والارنت المختصرات نفي الجملة وتوصيل الشخصيات في البلدان اللي ينتمون لها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة امامكم على الشاشة